قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما ثواب الإصلاح بين الناس عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين والإصلاح بين الناس هو وظيفة الأنبياء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ولو بعدت المسافة فقد بلغه أن بعض الناس اقتتلوا فقال لأصحابه اذهبوا بنا نصلح بينهم وينبغي أن يتحل المصلح بالعقل والحكمة والفطنة فمن تدخل في الصلح بغير هذه الصفات أفسد أكثر مما يصلح واليهمية الإصلاح بين الناس وعظم ثمرته أباح الشرع الكذب لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا ومن أعظم أبواب الإصلاح الإصلاح بين الزوجين فشأنه عظيم لما فيه من محافظة على الأسرة والأولاد وفي الإصلاح حقن للدماء وإبقاء للأخوة الإيمانية وسبب لنزول الرحمة من الله سبحانه قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ترجمون ترجمون